بالفعل محمد بلدة برعشيت ليست على الشريط الحدودي ولا حتى بلدة مجد الزون التي تم استهدافها اليوم بغارة جوية صباحا استهدفت منزلا في بلدة مجد الزون بطبيعة الحال هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان بحسب المعطيات الأولية لا إصابات وأيضا غارة أخرى استهدفت بلدة برعشيت وسط بلدة برعشيت استهدفت منزلا بحسب المعلومات بأنها سوت هذا المنزل بالأرض ولكن هناك بعض الجرحة إصاباتهم طفيفة بحسب المعطيات الأولية تزامن ذلك مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف سهل مرجعيون وتلت الحمامس هذه التطورات والسخونة في الصباح هذا اليوم تأتي بعد ليلة ساخنة أيضا حيث شنت الطائرات الحربية مساء أمس سلسلة من الغارات نتحدث عن خمس غارات على وادي العزية قبالت في القطاع الغربي جنوبي مدينة سور استهدفت أيضا منازل في ذلك الوادي لم يفد عن وقوع إصابات إضافة إلى الغارة التي استهدفت بلدة الطلوسي مساء أمس وأيضا لم يفد عن وقوع إصابات وبالتالي هناك اعتقاد في لبنان بأن إسرائيل تعمل على استهدافات ممنهجة للمنازل على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وبالفعل كنا جلنا قبل يومين على هذه الحدود ونسبة الدمار كبيرة جدا خاصة في بلدات القطاع الأوسط والشرقي المتاخمة للحدود مباشرة هذا بطبيعة الحال على المستوى الميداني ولكن على المستوى السياسي أيضا اليوم هناك جديد في لبنان هناك إحباط إن جاز التعبير عكسته الصحافة اللبنانية اليوم إحباط على المستوى السياسي تحديدا كان هناك رهان كبير جدا بأن تنجح محادثات القاهرة بين إسرائيل وحماس وأن تنسحب هدنة رمضان في غزة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة المعطيات اليوم تفيد بحسب الصحافة التي تدور في فلك حزب الله عن أن آموس هكستين كان جمد مبادرته التي كان أتى لأجلها إلى لبنان هذا الأسبوع بطبيعة الحال وكان ناقش هذه المبادرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيم ميقاتي وعلى ما يبدو بأنها مبادرة بطبيعة الحال لتنفيس الاحتقان ولوقف إطلاق النار بشكل طويل طويل الأمد على الحدود ربما هي لتثبيت النقاط وترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل ولكن بطبيعة الحال أيضا هذه الصحافة أكدت بأن آموس هكستين سحب مساعده الذي كان أبقاه في لبنان للمشاورة مع المسؤولين اللبنانيين إلى قبرص وبالتالي كل الأمور تعقدت بالنسبة للصحافة اللبنانية بانتظار طبعا عودة المفاوضات إلى القاهرة بين حماس وإسرائيل ربما مطلع الأسبوع المقبل أو قبل شهر رمضان بيوم إذن على المستوى الميداني اليوم نتحدث عن غرات إسرائيلية استهدفت مجد الزون واستهدفت برعشيت استهدفت منازل في هاتين البلدتين كما يتم كوميا استهداف المنازل قصف مدفعي على القطاع الشرقي جنوبي لبنان وإحباط سياسي في لبنان طبعا بانتظار الاتصالات التي يمكن أن تجري بين الأقطاب الدوليين والإقليميين في الأيام القليلة المقبلة نعم